وتعالوا ناخد أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم منذ وفاة أخي ثم وفاة أمي وأنا قلبي حزين فلا يدخل أي شيء البهج عليه حتى الحج فذهبت للحج هذا العام ودعوت الله كثيرا أن يغسل ويزيل الحزن من قلبي ولكن حزن قلبي ذات فكيف نفسر ذلك وكيف أغسل الحزن من قلبي ده شيء سؤال مهمة قوي وبيحصل أوقات كثيرة جدا جدا سعاد بيصيب الناس حاجة معروفة كده في علم النفس حاجة اسمها الحزن العميق الحزن الشديد الأسى ويبقى الحزن ده بيجي عند الإنسان في أوقات كثيرة وليه أسباب متعددة يعني لو الحزن اللي احنا عندنا ده لو نظرنا إلى السبب اللي فيه وليه أنا مفيش حاجة بتدخل البهجة في قلبي لأن أنا بحس أن الحياة انتهت أن مصادر أن مصدر الأمان ومصدر الفرحة ذهبت من حياتي الأخ ممكن يكون كان مصدر الأمان والأم هي مصدر البهجة والفرح لأن هي كمان بتخليني عندي أمان وبتخليني كمان عندي إحساس بأن في حد حنين في حياتي فالحن هي تخليني قادر أستمتع وقادر أبتسم وقادر أكون عندي أمل فلما فقدت الاثنين دولا ما بقاش عندي قدرة على الابتسامة والفرح ليه طيب لأن مصدر الأمان ومصدر البهجة زالوا من حياتي الكلام ده يمكن أن احنا نفهمه ونقبله لو كانت الحياة بصنع يدي الناس لكن الله سبحانه وتعالى خالقه كل شيء يعني الحياة بالناس اللي فيها بالناس اللي عايشينها كلها بيد الله فاللي أنا أحسه ده واللي أنا أشايفه ده للأسف مش هو ده مش هو ده قانون الحياة ولا أصل الحياة ده لا قانون الحياة ولا أصل الحياة أصل الحياة إن الحياة ملك الله ومحدش كان مالك الفرحة بتاعتي ومحدش كان قادر على انه يفرحني ده ربنا جعل هؤلاء الناس اسباب ولذلك النتائج اللي احنا بنوصلها زي البهجة مثلا ممكن ربنا يخلق البهجة بلا سبب يعني خليني افرح بلا سبب ويا ما حصل لنا كده فاذا كنت بنسأل هيا البهجة هتجيجي منين لما اسبابها مش موجودة ربنا ممكن يخلق البهجة من غير سبب فاذا كنت انا بقول لنفسي انا مش هقدر يبقى عندي بهجة لانه ما عنديه السبب ما عنديش امان لانه ما عنديه السبب الله خالق كل شيء العمر التاني والمهمة اوي اوي احنا لما بنفقد احبابنا عندنا شوية تفسيرات وشوية افكار بتبقى في غاية السوق منها مثلا ان احبابنا بيروحوا الى العدم فخلاص انتهت علاقتنا بيهم هذا مش صحيح احبابنا موجودين في حياة اخرى الحياة الاخرى دي فيه علاقة بيننا وبينهم والدليل على ذلك ان الاعمال الصالحة اللي احنا ممكن نعملها ممكن توصلهم الدليل على ذلك ان احنا من بنمر على المقابر بنسلم عليهم الدليل على ذلك ان هم يفرحوا ببعض الاعمال اللي احنا بنعملها الدليل على ذلك ان احنا لو ظنناهم بيسمعوا بيقتنسوا بينا الدليل على ذلك أن دعاءنا بيوصلهم الدليل على ذلك أن أعملنا الصالحة ممكن كمان توصلهم فما فيش هذه القطيعة بيننا وبين من ننتقل إلى الحياة الأخرى البرزخية لكن الحياة دي اللي بيننا وبينهم هو الله وعلى فكرة إحنا في الحياة اللي إحنا فيها دي كان اللي بيننا وبينهم هو الله والمعادلة بتقول الله قريب الله سبحانه وتعالى ماذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب من مين؟ من كل العباد يبقى تعالى نقول أخوكي أو أخوك والدتك أو والدتك الكلام لنا كلنا هو دلوقتي ربنا قريب منه هل ده في شك؟ هو قريب من أخوك وربنا قريب منك كويس جدا 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 يبقى إذا كان ألف قريب من به وبه قريب من جيم يبقى أكيد ألف قريب من جيم فأنت قريب من أهلك قريب من أخوك قريب من والدتك قريب من أخوك قريب من والدتك فإحنا في حال قرب من جميعا بالعكس هو لما يحب لما يحب يطلع على حالك هو لم يحتاج لمكلمة ولم يحتاج هو خلاص بقى في عالم الأرواح والله سبحانه وتعالى يطلعه يعني إيه؟ يعني ما ينفعش إن احنا نحس بالوحشة وإن هم خلاص صابونا هم مازالوا موجودين بس موجودين في حالة تانية ممكن ما نلمسهم شيئا بس ممكن نلتقي في عالم أحسن مليون مرة من العالم اللي إحنا فيه ده أنا ليه روح وهم ليهم روح فتلتقي الأرواح فتلتقي الأرواح بل هي تلتقي الأرواح هم بيعرفوا أخباري وأنا ممكن أعرف أخبارهم لو إن أنا حسنت الظن في الله سبحانه وتعالى إن هو هيكرمهم إذن ده الشق الأول يبقى أول حاجة قلناها ببساطة خالص إحنا يجب علينا ببساطة خالص إن إحنا نعرف إن أحبابنا ما كانوش مصدر فرحتنا مصدر فرحتنا هو الله أحبابنا ما كانوش مصدر أماننا مصدر أماننا هو الله فلما هم ما يبقوش موجودين الأمانة هيبقى موجود برضو وكمان الفرحة تبقى موجودة حاجة الثانية إنه أم ما راحوش إلى العدم دولة لسه موجودين حوالينا إيه أنت ت wi-klam جد يعني إيه لسه موجودين حوالينا لسه موجودين حوالينا قال لي يعني أنا ممكن أنتصل بها ومين قال لي أن أنت مش متصل بيهم الله سبحانه وتعالى مين قال لي أنه أم مش بجامع قلبك على قلبهم بس أنت نور بصرتك وتيقن من الله سبحانه وتعالى وابعت ليهم الهداية من أعمال الصالحة ومن الأدعية هتجد قلبك مجموع على قلبهم هتجد البسمة على فوجههم دلوقتي بتنور في قلبك لأنه هو ده اللي حاصل حاجة الأخيرة ومسألة أن يا ربنا سبحانه وتعلم عمل كده كان يريد أن أنت تترقى في حياتك حياتك تتطور مش حياتك تدهور أنا أسألك سؤال ينفع أحبابنا اللي هم فرقونا يبقى إحنا نعتبرهم ونقدمهم لمولانا ويبقوا مسؤولين أمام الله أنهم دمروا حياتنا ولهم مفروض بيساعدون عن أن حياتنا تبقى أفضل أنت لو مخلص ومحب صادق لأحبابك الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى لو أنت مخلص لي ومعيش بالقيم اللي هم علموا لك عيش بمحبتهم عيش بالدور اللي أموا بيه في حياتك إذا كانوا مسندينك وإذا كانوا هم كل حياتك زي ما أنت بتسأل ما ينفعش تخليهم وهم خدوا باية حياتك وأنهم دبحوك أنت كده مش بتحبهم أنت كده بتقدمهم من ربنا على أنهم قتل وهم في الحقيقة نسكنوا كرهم أدخلوا على قلوبنا السعادة والأنس والبهجة فما ينفعش يكون جزاؤهم مننا أن احنا نسيق إليهم هذه الإساءة البالغة بقاءك متأثر بهذه الطريقة بأنهم رحلوا أنت بتحسسهم أنهم عملوا جريمة في حياتك لأ هم عملوا خير وقاموا بدورهم وبعد كده أنت المفروض تترقى بقى وتتطور أنت مش عايز تترقى وتتدور ما بسألتك أنت مش بسألته مش بسألته مهم هم قاموا باللي عليهم وربنا جعلهم يعيشوا وكل واحد فينا بيعيش لغاية ما يقوم بدوره معين في حياة أحبابه بعد كده بينتقل ينتقل عشان يروح بقى في كرم ضيافة الله هم دلوقتي ضيوف على الله سبحانه وتعالى فلوما راحوا عشان يكرمهم وده المعنى الأخير اللي بقولوا لكم هم دلوقتي في كرم الله فأنت ما تجيش أن انت هم في كرم الله يتعكر عليهم المعاني الأربعة اللي أنا قلت هم لك دول من أول أن هم مش مصدر البهجة ولا مصدر الأمان من أن هم مش خلاص راحوا إلى العدم ده لسه موجودين وبيننا وبينهم صلة أن انت مش دي مكافئتك اللي انت بتكافئهم بيها أن انت تخليهم كأنهم سرقوا فرحتك وسرقوا حياتك وكأنك بتقدموا من ربنا أن هم الناس دولة أزوني الحاجة اللي بعد كده أن الحياة لسه فيها كتير وأن الحياة واسعة وأن الحياة مليانة بالخير وأن هم قاموا بدور في حياتك أنت لازم تكمل الدور ده لأن ربنا سبحانه وتعالى نجعلهم في حياتك عشان يقوموا بدور وانت الآن عليك مسؤولية لأن انت تندق كده هتلاقي البهجة ممكن ترجع تاني لحياتك وتجد نفسك ممكن ترجع تاني إلى الفرح لأن انت عايز تدخل الفرح على قلوب أحبابك وهم في حياتهم البرزاخية اللي هي مش حياة مفصولة عننا لكن حياة متصلة بينا وده ساعتها تبقى محب لله ورسوله وكمان عارف دور أهلك وأحبابك في حياتك شكلهم إيه وبتذكر أن انت هم مش بعاد عنك انت كل ما بتمر على المقابر بتسلم على أهل المقابر تسلم على المقابر عبس ولا بتسلم على أهل المقابر لأنهم أحياء هم أحياء في قبورهم ولكن حياتهم مختلفة عن حياتنا شوية فأنت لازم تفهم كده ولازم تفهمي كده عشان تقدروا تعيشوا حياتكم بشكل صحيح موسيقى